السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي يا رب تكونوا بخير وبافضل حال لو لسه الاول مرة تشوفوا القناة ما تنسيش تشترك فيها وتفعليه للجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله اول باول النهاردة يا حبابي هنعمل وصفة بجد تحفة تحفة ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعمليه للايك وتشاركيه للفيديو في الجروبات اللي انت مشترك فيها علشان يوصلك اكبر عدد من المتابعين اول حاجة هعملها اجيب الطاصة بتاعتي وهبدأ ادهنها بالشكل ده كده بالقطعة من الزبدة لو حابة تحط عليها سمنة بروحتك لو حابة تدهنيها بزيت بروحتك اللي متوفر عندك اعملي بيه هدهنها كده كويس بالزبدة زي ما انتوا شايفين هدهن كده الجناب بتاعتها اها بالشكل ده كده لازم ادهن الطاصة بتاعتي كويس خالص علشان الوصفة ما تتحركش مني خلاص كده يا حبابي انا دهنت الطاصة بتاعتي كويس خالص بعد كده هجيب معلجة سكر وهبتدي ارشها كده في الطاصة بالشكل ده اها بالشكل ده وكده هغلف الطاصة بتاعتي من تحت بالسكر زي ما انتوا شايفين هشيل الطاصة بتاعتي وهبدأ اجيب التفاحة اها بالشكل ده وكده حبايا واحدة من التفاح لو مش متوفر عندك التفاح ومتوفر اي نوع فاكهة تاني ممكن تعمليه بنفس الطريقة هتبقى كويسة معاكي هجطحها كده شرايح بالشكل ده وكده اه ممكن تعملي البرتقان ممكن تعملي الموز ممكن تعملي الرمان اللي متوفر عندك اعمليه جطعتها بالشكل ده وكده يا حبابي زي ما انتوا شايفين هشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة دي اها بالشكل ده وكده كمان دي ساميكة معايا هقسمها على نصين بصوا بالشكل ده وكده خلاص كده يا حبابي انا جطعتهم هبدأ دلوقت اجيب غطك زيزة وهبدأ اجيل الجزء اللي في النص بالشكل ده وكده بصوا طبعا انا لما لابسها جوانت مش عارفة تحكم فيها انت طبعا في بيتك مش هتاخد منك وقت بصوا كمان مش عارفة اشيلها هبدأ دلوقت اشيلها كده بالسكينة هتغطع كده دي كمان دي هشيل الجزء اللي في النص عابي الشكل ده وكده هشيل البزور بتاعتي هعمل دي كمان اهلا بالشكل ده وكده خليهم زي ما انتوا شايفين كده حلاجات معايا هجيب الطصة بتاعتي وهبدأ ارصهم فيها بالشكل ده وكده هرصهم كده واحدة في جنب التانية خلاص كده يا حبابي انا رصتهم في الطصة زي ما انتوا شايفين هجيب الطبق بتاعي هجيب الطبق بتاعي ومضرب البيض وهبدأ انزل بحباية واحدة من البيض هحط عليها كيز فانيليا واحط عليها اربع معالج من السكر وهجلبهم كده كويس خالص انت لو حب الوصف بتاعتيك تكون مسكرة ممكن تزوي دي معالجتان من السكر لو حبيها اه تكون يعني مش مسكرة جوي ممكن تجلي السكر اللي انا حطيته تحط ثلاثة بس هجلب كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين لحد ما لون الخليط يتغير معايا مش شرط ان السكر يدوب بس اهم حاجة يتغير لون الخليط زي ما انتوا شايفين كده هوا لبيش فاتح هحط حوالي اربع معالج برضو من الزيت هم جوم ربع كوباية هجلبهم كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين خلاص كده يا حبابي جلبتم كويس خالص لحد ما الخليط تجل معايا بالشكل ده وكده هنزل بكوباية من اللبن ممكن انت تستبدل الكوباية دي بكوباية من عسير التفاح زي ما انت عايزة خالص جلبتم كده كويس خالص هجيب كوباية من الدجيج وهبدأ انزل بربعة وهجلب بالشكل ده وكده هحط كيس من البكنج بودر وهحط حبة من الدجيج وهبدأ اجلب انا استخدمت كوباية وربع من الدجيج على حسب نوع الدجيج اللي متوفر عندك هحط معلجة من الخل الخل ده وما يدي هشاشة للكيكا بتاعتي هجلبها كده كويس خالص ما تخفيش مش هيبلو ريحة هحط باج كمية الدجيج وهجلب كويس خالص وهوريك السمك بتاعها انا عايزة هتكون معاك بالشكل ده وكده زي ما قلتلك انا استخدمت ربع كوباية تاني من الدجيج خلاص كده يا حبابي جلبتم كده كويس خالص زي ما انتم شايفيه هجيب الطاصة بتاعتي وهبدأ انزل عليها بالخليط بالشكل ده وكده هنزل الخليط بتاع كويس خالص كده بالمعلجة حلو اختراع المعلج ده والله مش هما يخلي حاجة في الطبق هساوي الطاصة بتاعتي بالشكل ده وكده بعد كده يا حبابي هولع البتجاز وهوطيه خالص 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 زي ما انتم شايفين كده هحط عليها الكيكا بتاعتي واغطيها بالصينية بعد كده هسيبها لحد ما تستوي وكل شوية هروح ابص عليها لحد ما تستوي معايا من فوق هبدأ كده اجربها اول ما تطلع معايا السكنة نظيفة ما فيهاش اي عجين تبجى الكيكا بتاعتي كده استوت نص سوا فاهمين يعني لسه وشها مستويش معايا هجيبها وابتدى خل الجناب بتاعتي الطوصة كده بالمعلجة وهجلبها في الصينية زي ما انتم شايفين كده وبعد كده يا حبابي هرجحها في الطوصة بصوا شكلها من تحت تحف ازاي بجد روعة روعة اتمنى تجربوها تعجبكم خالص كيكا سهلة وبسيطة وهتعمليها على عين البتجاز مش هتحتاج الفرن ولا غيره سويتها كده في الطوصة زي ما انتم شايفين خدتها كمان على الفرن خدتها كمان على العين البتجاز تكمل باج سواها خلاص هي كده تجريبا استوت معايا هبدأ دلوقت هنزلها في الطوصة معايا بالشكل ده كده بصوا يا حبابي شكلها بجد تحفة تحفة اتمنى تجربوها تعجبكم خالص ممكن تعملها على الفطال لولادك بجد تحفة تحفة لو عندك اي صوس ممكن تحطيه على وشها صوت شوكولاتة صوس كرامل زي ما انت عايزة خالص هبدأ دلوقت هوريكو شكلها من جوة بصوا ده شكلها بصوا مستوية معايا ازاي وهاشة بجد تحفة تحفة وراحتها بجد خيال اتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عجبك الفيديو متنسيش تعمليلي لايك وتشيريه بين صحابك علشان يستفادوا من الوصفات اللي بنزلها اول باول وخلي الفايدة تعمى على الجميع اتمنى لكم مشاهدة طيبة ممتعة واشوفكم على خير وبخير دايما في فضيهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته